اليوم في اليابان بالمؤسسات في غرفة تحت فيها للكيك بوكس حاطين لك مجسمات لما بتزعل وبتغضب وبتدايق وأنا ادايقت من تصرف من هيتم أو من مديري بينزل بفضي غضبه ياما على تريدميل ياما بكيك بوكسنج وبقولوا لك بفضي الشحنات السلبية فهيك لما بده يجي يحكي مع زميله أو مع مديره أورادي غضبه وممنوع ينحط كاميرات في هديك الغرف عشان الموظف يقدر يفضي هاي الطاقة السلبية الموجودة عنده هيك انت لاحظ لما تكون زعلان من حدا وتصرخ تحكي مع زميله لإلك أو صاحب لإلك وتشكيله تعالي حكي مع غدا تلاقي حرك تحكي بهدوء صح؟ فمثلا هادي من رفاهية حاطينها موظف هلا قبل شوية كنت بحكي أنا وغادا تعالي حتدور بين رضا ورفاهية رضا إشمع رضا راضي يعني الحمد لله كل أمور تمام عم با قدرات في عندي ميزات جيدة في تواصل مع مديري كذا لكن رفاهية اسمها من نوع من الرفاه يعني شيء أعلى هي إيش المكونات تبعتها؟ هي الصحة المالية والمزايا المالية الورك لايف بالانس الموازنة بين الحياة والعمل التطور الشخصي والمهني والتعلم يعني مش بس انه تطور مهني وما يخص وأيضا شخصي أن تهتم المؤسسات على مستوى شخصي لأنه إلها دور على مجتمع وعندك غير هيك إنه عندك الصحة الجسدية والنفسية والعقلية للموظف يعني شوفهم إضافوها نعم يعني مش بس انه نيجي نحكي التواصل بس انه تأمين صحي ونعطي نجيب له ديسكاونت من الجم نعملهم بس كفتير ياروب حتى بيئة العمل هاي من المكونات اللي هي بتفوت مرات عم مؤسسة بتقول أنا أريد أشتغل عندكم أنا مرات لما أزوج الشركة وانا أريد أتصور يعني خلوني قاعدة هون لو أجيب اللابتوب ترعي هون وبتعطيك مجال للإبداع إحدى المؤسسات اللي اشتغلت لها ما تتخيلوا كيف بيئة عملها في مكاتب لكن ما بلاقي الموظفين قاعدين بالمكاتب عاملين لهم غرف لو تشوفوا الألوان اللي حاطينها في الغرفة شاشات كبيرة إذا انت بتحبو انت تشتغل على اللابتوب إنه دك تحضر مثلا الأخبار في مباراة بلياردو أعدلة الشدة عاملين لهم مرجيح بس أنا هذا أصد سالي فعليا هاي هي الرفاهية هاي هاي طبعا نوع من ألعاب للموظفين إنه هو اليوم بردو شوي حكينا أنا وغادا اليوم في اليابان بالمؤسسات في غرفة تحت فيها للكيك بوكسينج حاطين لك مجسمات لما بتزعل وبتغضب وبتدايق وأنا دايقت من من تصرف من هيثم أو من مديري بينزل بفضي غضبه يا إما عاتريدميل يا إما كيك بوكسينج وبقولوا لك بفضي الشحنات السلبية فهيك لما بده يجي يحكي مع زميله أو مع مديره أردي غضبه وممنوع ينحط كاميرات في هديك الغرف عشان الموظف يقدر يفضي هاي الطاقة السلبية الموجودة عنده هيك انت لاحظ لما تكون زعلان من حدا وتصرخ تحكي مع زميل لإلك أو صاحب لإلك وتشكيله تعالي حكي مع غدا تلاقي حركة تحكي بهدوء صح؟ فمثلا هذه من رفاهية حطيناها موظف أنه أو مثلا ببقى في جلسات مع أشخاص خارج العمل المؤسسات بتغطيها لحتى يعرف كيف مثلا أنا بواجه مثلا شغلة شخصية مرات الطلاق أنا براحل الطلاق بودوهم على كونسلرز بدعم من المؤسسة حتى يساعدوهم بأنه كيف يجعلوا ليه؟ لأنه هذا كله ينعكس على فاعلية وأداء المؤسسة وزيادة الإنتاجية على سمعتها على تطور هذه المؤسسة على العلاقة الغياب الإجازات المرضية إحنا بنقولها هاي علامة خطر بالمؤسسات فهاي برضو بتقلل من الغياب المرضي الدوران الاستقالة بيصير بدل ما نحن نروح ندور ولا الكفاءات الكفاءات هي كل بتمنى يشتغل فيها تمام هل إحنا عم نحكي عن كل أنواع العمل كل أنواع الشركات ولا بعض الشركات اللي ربما فيها ابتكار ربما فيها إبداع هل متكلم عن الشركات مثلاً اللي بتقدم هذه البرامج الصحة العقلية والنفسية اللي مثلاً في عندهم كتير تحديات مع شغلهم عندهم فيلد فيزيت أو بتعاملوا مع حالات إنسانية أو يعني كل هذه الأمور ولا بشكل عام إحنا محتاجينها بكل المؤسسات وكل الشركات؟ ما فيما يمنع غادة هي مش بكلها أنتوا بتلاحظوا مرات فيه أشياء رفاهية يعني مثلاً أنا لما بصمم مكاتبي شركات صغيرة بتلاقيها ستارتابس بيصمم المكاتب تباعتها إنها جاذبة وبتعطي مساحة الإبداع هاي أردي كانت من الكوس التبعي اللي أنا حطيته في البداية نعم في البداية مثلاً لما فيه شركات شو بتعمل إنه إذا اليوم دومت أوفر تايم أنا مش بس بتفعلك أوفر تايم أنا بتفعلك يا مش زيت كمان قانون العمل بتفعلك يا أكتر وفوق منها في إلك يوم إجازة بعد ما تخلص مثلاً العيد أو اللي هاي إنك تاخده نعم يعني مش هدول المؤسسات أصلاً لا تنظر لقانون قوانين العمل تلاقيها تعطي أعلى هي بتعتبر قانون العمل هو بس تحافظ على الحد الأدنى نعم فهي بالنسبة لها لا أنا بدي أحافظ على ناسي كل ما استثمرنا في موظفينا أنا ما بدي أحسب هلا أحسب لبعدين أنت عارفة كل توظيف خاطئ أو كل حدا بترك المؤسسة قديش بيكلف المؤسسة يعني حتى لو أنت روحتهم أنه بدأت عليك ماليان أنت الخسران على فكرة مش هم الخسرانين نعم هي بس بدها طريقة الفكر وطريقة كيف إني أنا ألاقي أسليب الرفاهية عاماً للمرن أحياناً الساعات الفلكسبل هذه برضو تعاد من الرفاهية يعني هلأ بتلاقي في موظفين بقولك الحلو في شركتنا أنه إحنا فينا نشتغل من وين من كان وفعلاً في مؤسسة اشتغلت معها عندها موظفين عايشين في مصر والدنيين عايشين في مصر نعم بقولك لأنهم في داعي كل شي والتكنولوجيا موجودة والهاي لأنهم هم مبسوطين وإحنا عم نشتغل من الرفاهية طبعاً سألي لما نحكي مثلاً على أرض الواقع يعني حضرتك تفضلت فيه مهم جداً بس قديش قريب من الواقع لما نحكي عن الواقع الأردن يعني نحكي مش بس عن الشركات المميزة جداً اللي بتقدر تعمل هيك نحكي عن الغالبية العظمى يعني أنا مثلاً ما بعرف صراحة ولا شركة عندها استشارات نفسية مثلاً لموظفيها إنه هو عم بمر بضغوط هي عم بتأمن له استشارات نفسية ما فيش ولا تأمين صحي أصلاً في الأردن بشمل الاستشارات النفسية وما فيش عندهم أصلاً يعني فيش عندنا تأمين صحي بشمل استشارات نفسية لواحد عادي أصلاً فيعني على أرض الواقع قديم نقدر نطبق هذا الأشي وقديم نحنا كل شركة ضمن إمكانياتها بتقدر تأمن هذا الأشي للموظفين أنا بالـ 2016 لما كنت موظفة بمعيك وشغلي الخاص فرضت على شركة التأمين أنه يكون فيه جلسات عن طبيب نفسي لا تريدك تعطيني أفر لكي أوقع معك عندي كم من موظف وجبت للموظفين أنهم يراجعون عن طبيب نفسي في عدد جلسات معينة براف لذلك الـ HR لهم دوري يعني إحنا اليوم فيه مؤسسات عنا هي بدك تقول واحد أو اثنين بالمئة عم بشتغلوا على الرفاه طبعاً ما بنقدر نذكر أسماءهم بس فيه نعم فيه وفيه عندك مؤسسات صغيرة والله أقول للناس ليس كل ما يلمع ذهباً فيه مؤسسة صغيرة بتلاقيها عندها بيئة عمل جاذبة وداعمة أكثر من مؤسسة صرها 30 سنة سوهذا باعتمد على الثقافة اللي أنا بده يبنيها صاحب العمل من البداية أنا شو بدي أديش في عنده مرونة أدي عنده في احترام وإيمان وتقدير لهذا للعاملين إحنا لحد اليوم هيثم يعني أنا ما رحكيتها بفيديو إنه لساتي لحد اليوم إحنا الرضا لسه موصلنا الرضا الرضا موصلنا هذا قصدي إحنا لساتنا بيحق له لا يحق له يحق لها يعني مرات بقول يا عمي اترك القانون فكر أوسع منه فكر أعلى منه ودائما في عندي جملة هل وظفتموهم ميتين أم أمدتوهم فالدور الأول والأخير على المؤسسات نفسها وليس على الموظف نفسه جميل نعم نعم سالي وهون نقطة كتير مهمة على فكرة إنه كمان الموظف ربما جزء كتير مهم إذا وجدت رفاهية بعد الرضا ولكن أيضا أحيانا يكون موجود بالمكان الخاطئ وهذا كمان من دور الشركة إنه نعرف وهذا الموظف كيف يمكن نوجهه للمكان الصحي يعني هو شاطر بإشي معين بس عم بعمل إشي تاني يا روحوه يطردوه من الشركة جزء من رفاهية أنت مش مكانك عنا والله يعني يعني في كتير أشخاص عم بقضوا أيام يا أنا مرات بقولهم بقولهم مش العمل أو أنت اللي غلط التنين مع بعض هو اللي غلط لازم تعمل إشي تاني صح لهيك إحنا في عنا كيف إنا إحنا ننقيس في قياسات معينة للرضا وللرفاه من الأشياء اللي ممكن إحنا تبين عنا كموارد بشرية كإدارة موارد بشرية إحنا لازم نكون إقراب من أو شيء إقراب من الناس أكيد يعني إحنا مش فوق في البرج العاجي ونسمع بس من المدرع إحنا الحضن الدافي للموظفين في عندك إشي اسمه إكزيت إنترويوز هادي نقوع من المؤشرات والمقييس مؤشرات الأداء اللي لازم يا رب يا رب تكله كل مؤسسة عندها مؤشرات أداء عفريكا بطل نقول ثمان ساعات ويحق له ويحق لها تقييمة متابعة الكوتشنج اليوم أنت مديرتي أنت لازم تكوني الكوتش يعني إحنا عندي صبية ما إجت عندها مشكلة مع مديرتها وفي أعلى منها وصار بتقولي أنا اليوم أنا بلوكت أنا ما بدي أشتغل وصلها سبع سنين مع مؤسسة ترى نصيحتي للمديرة الرئيسية تعدي معها وليها شو كل الإنجازات وليش اليوم أنت شو اللي حدث لحتى خلاكي يعني خلص بلوكت لأنه مديرتها مباشرة مش قادرة تستوعب سدي إنه هذا بحل جزء المشكلة إنه في اللي فوق بيكونش عارف بالتفاصيل بالزبط صح ولا لأ فهذه واحدة المؤشرات الوان تو وان بساعد يعني اليوم إحنا بنقول للمدرة يا عيني أنت دورك إنك اللي عم تشغلك اليوم هو لازم يكون يعني 25% من دورك أما 75% أنت ليدرشب كوتشنج مانجمنت ديزايننج ليدنج نعم تكون أنت الشخص تقدر اليوم هيثم أنا كان يبقى عندي صلاحيات اليوم أنا شايفة هيثم هيثم خلصت شغلك بس هلثم مش مرتاح؟ هل هيثم خلص؟ روح أنا بسكر دوامك نعم أنجاد؟ آه روح اليوم مدام خلص شغله إذا هو اليوم مش متاح سيكون يجاكر غادة رح يمجو مشكلة من هنا رح يمجو مشكلة مع هون وإذا في شيء أنا بقدر أساعدك فيه احكي معي فيه نعم يعني مثل ما حكينا في عندك برامج ببقى أشخاص بيمروا عندهم حدا مريض بالبيت لا تنسوا في أمراض مثل الكانسر أهل المريض نفسهم بدهم علاج نفسي طبعا فبتلاقي فيه برامج داعمة ولا تقول مؤسسة كبيرة وصغيرة بخلال غزة فيه مؤسسات بالأردن جابوا كوتشز لموظفينهم كيف نحن وصلنا للاحتراق صح مش عارفين شو نتصرف جابوا لهم كيف يتجاوزوا هذا الاحتراق نعم فكرة التكلفة والرفاهية الشركات تحكي لك أنا ما رح أجيب أهوة للموظفين هذا كوست ما رح عمل كذا هذا كوست كيف ممكن أنه صاحب العمال أو الشركة أو المدرأ يحسبوا فرق الإنتاج لما يزيدوا معدل الرفاهية أنه أنا ريحته فرح يعطيني هيك أكتر لازم يكون فيه دراسات فيه المؤشرات الأداء ما حكينا كيف مؤشرات الأداء عندك الردة الوظيفة تبعت الموظف لما أنا بعمل ردة وظيفة في عندي زي ما بيقولوا استبيان وبالآخر بترك دائما مثل فراغ يكتب يحكي يحكي شو اللي عنده عندك كتير مؤسسات بتربطها بالإنتاجية بمؤشرات الأداء بأرقام فبتبين عنده يعني في إحدى المؤسسات اللي بحترمها وإلي زميل دا ما تتضيفوه هون شراك المرأة في العمل 47% عندهم 47% نساء ومتزوجات تعرف شو بتعمل هذه المؤسسة كيف تدعمهم كمان للسيدات الضمان الاجتماعي عندنا لما السيدة بتاخد إجازة أمومة بتفعلها الضمان الاجتماعي صح؟ مش الشركة هم بيضلهم يتفعولها راتبها فبصير عندها شو؟ راتبها وراتب الضمان طب هون كيف هي؟ رح تعطي من قلبه صح يا عمي لما أنت تعطيني أنا بعطيك حياة شخصية لا تنفصل للموظف عن العمل وزي ما حكينا إنه إلنا دور كمؤسسات بالمجتمع نعم يعني أنا بدي أخلي أشخاص أسوياء لهيك باليابان عندهم عندهم حب لبلدهم لأنهم بيشتغلوا إنه إحنا بنبني قطاعات ومجتمع وبنبني دولة هاي إن شاء الله يعني الفكر اللي إحنا بنفكر إنه وصله طيب لما تكون شركة مثلاً هلأ بلشت تتفكر إنه أنا بدي أوصل موظفيني للرفاه كيف لازم يبلش؟ من وين لازم يبلش؟ بدي عمل دراسة بالأول وين شاف الوضع المالي وإيش ممكن الأفكار طبعاً بدي نجاب استشاريين يعني إلا إذا كان عندهم فريق HR أو الدراس الكبيرة بالHR اللي هو CHR أو الـ Director عارف كيف كيف بدي يحطها الاستراتيجية بتنبني الاستراتيجيات والسياسات وأحسن إشي إنك تشرك موظفينك أنا كتبع بعيدون لكم اشركوهم بالسياسات اشركوهم بالأفكار رح يطلع معاهم أفكار بتريحهم وممكن تتناقشهم يعني يعملوها مثل تيم بلدنك اكتيفتيز يعني مع حتى صاحب العمل ومقدر تطلع بأفكار مادية يعني مباشرة بدك تدفع فيها فلوس وعندك فيه أشياء ما بتكون مباشرة فيها فلوس يعني لما تقول اكسبيديا لما زمان كانت تعطي كل ما واحد يأخذ إجازة سنوية إله تذكر يسافر حلو مالك فيه مؤسسات بالنسبة لإلها أنه أخذ إجازاتك السنوية بتعطيك بتقييمك السنوي جيد مش إنه تاخذ إجازات سنوية تقييمك أقل لا لأنه هي بتعرف إنه هي بتقعد بتشحن بالطريطك من جديد لحتى ترجع بفرش على الشغل وتشتغل أكتر وأفضل حلو عجبك نعم بستالي أهلا كتير حلو اللي عم نحكيه ولكن اليوم كمان لازم أشخاص يطبقونه يعني اليوم حتى لو عندي هذه السياسات لازم تم تطبيقها بالطريقة الصحيحة صح فاليوم كيف ممكن أنا أساعد التيم أو أساعد الفريق لتطبيق هذه السياسات المتبعة من الشركة؟ كل سياسة في إلها إجراء بعدين إحنا ما نحط سياسات في عندك بعد ثلاثة شهور بدي أرد أعمل استبيان وأشوف زي ما بقولوا تقييم ومتابعة متابعة هل هو ناجع بعدين أنا مش بالضروري أفوت على طول بكل الرفاه يعني ممكن شوية شوية أوصل الرضا يا أختي أوصل الرضا وإحنا وفشتين بعدين بعدين أوصل الرضا يعني أوبين دور بوليسي كتير ممتازة هذه إنه أشعر إنه اليوم أنا بقدر أوصل لسي أو وأحكي معه أو سي أو يكون يعمل ساشنز يقعد معهم إحنا مؤسسات الكبيرة سي أوصر يقعد مع موظف موظف بره أحياناً موظفين بيكون مشكلتهم التواصل أحياناً أحياناً بحكي معي أنا إحكوا معي بس هاي من التحديات إنه ما يكون في تواصل من التحديات إنه التقافة المؤسسة أشتغل أروح لا إحنا مش عسكر طبعاً طبعاً وكلنا جايين لعنا هدف واحد هو تحقيق أهداف نجيب مصاري موظف سعيد كاستمر سعيد يساوي صاحب حلو كثير سالي آخر أشي الرفاهية لازم تيجي بعد الرضا يعني بعدما أنا أأمن الأشياء مش أنا مثلاً بتأخر في الرواتب مش قادر أدفع رواتب وبيدي أعمل الرفاهية هادي آه لما يجي يسألني أول إيش بقوله يعني أنا أريد أجي أشتغل لك والإنجاجمنت الإندماج إحنا الرواتب مش حم تدفعهم على الوقت يعني أنت الموضوع أصلاً واضح عندك من البداية قبل ما نفوت بالباقي فلازم تبلش بالأساسيات أول الأول بلش بالأساسيات بعدين شوي شوي بعدين من بلش نبني له وشوي شوي يعني عشان كمان ما يكون في ضغط على المؤسسة مالية شكراً جزيلاً لوجودك معنا سالي أبو علي خبيرة موارد بشرية شكراً جزيلاً